واعلموا إخوتي في الله أن أعظم الفساد بعد الشرك بالله عز وجل الإقدام على قتل النفس هذه النفس المعصومة التي خلقها الله عز وجل ما خلقتها أنت ونفخ فيها الروح ما نفختها أنت وجعل لها حرما مصونا ونهى عن الاعتداء عليها بعض الناس الآن يقدم على قتل هذه النفس بدم بارد لا يبالي لله بحرمة بل قد يقتل أنفسا الله جل جلاله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وأضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا من تحرشون بين الناس يا من تحرضون على القتل يا من تستسهلون هذه الجريمة المنكرة اتقوا الله عز وجل في أنفسكم ما نسمعه من أخبار مروعة عما يحصل في دارفور وفي غرب كردفان في أيامنا هذه من اقتتال بين القبائل لا بد من كلمة نقول فيها لهؤلاء الناس الله الله في الدماء لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصبد من حراما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ليس منا من قاتل على عصبية ليس منا من دعا إلى عصبية ليس منا من مات على عصبية يوم القيامة لن تأتي مع قبيلتك ولن تأتي مع عشيرتك أو مع جماعتك أو مع عائلتك بل كما قال ربنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه لن يكون عذرا لك يوم القيامة أن تقول يا رب إن قبيلتي أمرتني إن جماعتي قد حرضتني الله جل جلاله لا يقبل ذلك منك فاتق الله أيها المسلم وأعلم أن بعد الحياة موتا وبعد الموت بعثا وبعد البعث حسابا وبعد الحساب جنة أو نارا كل مرئ بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى ومن الفساد الإقدام على اختطاف قوم براء لا ذنب لهم من أجل أن يفاوضوا بهم ويساوموا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو كاذب ورجل باع حرا فأكل ثمنه هؤلاء الثلاثة الله جل جلاله خصمهم يوم القيامة فهؤلاء الذين يخطفون من يسمونهم رهائن من أجل أن يفاوضوا بهم أو يساوموا بهم هؤلاء بغير شك داخلون في هذا الوعيد ترجمة نانسي قنقر